السلام عليكم ورحمة الله دينامو السيارة أو المولد هو جزء أو عنصر مهم في السيارات الحديثة ومهمته أو وظيفته الأساسية هي شحن الأنظمة والمكونات الكهربائية بالطاقة وبدونه مش هيكون في طاقة كافية متوفرة لشحن المكونات الكهربائية دي وكتير من الناس بينسى الحقيقة المهمة دي وبيعتقدوا أن البطارية بتشحم كل شيء والحقيقة هي أن بطارية السيارة بتوفر فقط الطيار الكهربائي اللازم لبدء تشغيل المحرك أما دينامو السيارة بيولد الطاقة لتغذية النظام الكهربائي وشحن البطارية مع بعض وعموما في مهمة الدينامو هي تشغيل وظيف زي أنوار السيارة وتكيف الهوى والنوافذ الكهربائية والراديو وباقي الوظيف المشابهة والأهم من كده أنه بيقوم بتشغيل المحرك ووحدة التحكم في المحرك كمان وخليك فاكر أن السيارات الحديثة بتحتوي على مكونات كهربائية في كل منطقة تقريبا من السيارة وبتشتغل جميع أجهزة الاستشعار وأجهزة الكمبيوتر الموجودة في السيارة بالكهرباء علشان كده يعتبر المؤلد جزء أو عصر مهم جدا في سيارتك وفي النهاية فدينامو السيارة قادر على توليد الطاقة دي عن طريق تحويل الطاقة الميكانيكية للسيارة لطاقة كهربائية علشان كده لو تعطل مؤلد السيارة فهتحتاج جميع المكونات الكهربائية في سيارتك للاعتماد على البطارية علشان تاخذ الطاقة والسوق الحظ في البطارية غير قوية بما فيه الكفاية لتوفير الكمية المناسبة من الكهرباء اللي بتحتبع المكونات دي وممكن تشتغل السيارة لعدة دقايق قبل ما يفصل أو ينقطع الطيار الكهربائي في حلقة النهاردة هنتعرف على دينامو أو مؤلد السيارة ومكوناته وإيه هي علامات وأسباب تلفه وإيه هو العمر الافتراضي لدينامو السيارة وطريقة فحصه وإصلاحه موسيقى 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 ايه هي مكونات دينامو السيارة بيتكون دينامو السيارة من اربع اجزاء رئيسية اولا الجزء الدوار في دينامو السيارة الجزء الدوار هو الجزء المتحرك الدوراني في دينامو السيارة وبتم حركته بمساعدة بقرة المولد واللي بتدور من خلال سير المحرك وعموما بيولد الجزء الدوار مجال مغناطيسي وبينتك طيار كهربائي عن طريق الحس الكهرومغناطيسي في الجزء السابت وبيتكون عيكل الجزء الدوار من ملفات نحاسية معزولة منفوفة على قلب حديد ثانيا الجزء السابت الجزء السابت عبارة عن وحدة دائرية بتحيط بالجزء الدوار وهي مكونة من حزم من الاسلاك النحاسية منفوفة على قلب معدني مغلف ولما بيدور الجزء الدوار في المجال المغناطيسي المتحرك بيقرد الطيار في حزمة الجزء السابت واللي بيخلي الجزء السابت يقوم بتوليد طيار كهربائي متردد بيمر أو بيتضفق لمجموعة الصمام السنائي سالسا الصمام السنائي بتصنع الصمامات السنائية من مادة شبه موصلة زي السيليكون وبتشتغل في مولد السيارة على تحويل كهرباء الطيار المتردد لطيار مستمر وده هو النوع الحالي اللي بتستخدمه بطاريات السيارات كمان بتسمح للكعربة اللي تم إنشاءها في الجزء السابت بالمرور أو بتضفق في اتجاه واحد فقط رابعا كتاوت دينامو السيارة أو منظم الجهد كتاوت الدينامو أو منظم الجهد هو المسؤول عن توزيع الطاقة المنتجة للبطارية وبيقوم بمرأبة جهد دينامو السيارة والبطارية وتعديل الطيار عند الضرورة علشان كده لو تعطل كتاوت الدينامو فممكن تستهلك طاقة البطارية واللي هيقدي لمشاكل في الشحن أو تحميل زايد للبطارية طيب إيه إيه علامات تلف دينامو السيارة؟ زي بقي أجزاء أو مكونات السيارة مع مرور الوقت في الدينامو أو مولد السيارة هيتعطل وهيتلف في نهاية الأمر علشان كده كلما استخدمت سيارتك أكتر بقى الدينامو أو المولد أكتر تهالك وبشكل عام ممكن يوصل عمر دينامو السيارة في السيارات الأديسة من كمس لثمان سنين وما نعرفش إمتى هيتعطل أو هيتلف مولد السيارة ولكن فيه علامات تحذيرية تقدر تلاحظها وتكتشفها بالإضافة لإن من السهل الخلط بين علامات التحذير وعلامات انخفاض طاقة البطارية ودي أهم العلامات اللي بتدل على تلف دينامو السيارة أولا تعتيم أنوار السيارة الأمامية أو بمعنى تاني انخفاض قوة إضاءة الأنوار الأمامية لو كنت بتقود في الليل أثناء تشغيل المصابيح الأمامية ولحظت إنها بدأت في التعتيم أو انخفاض قوة الإضاءة فده معناه إن المولد سيء دينامو السيارة هو مصدر الطاقة الرئيسي للكشفات أو المصابيح الأمامية علشان كده ما تعتقدش إن بطريتك هي اللي سيئة أو فيها مشكلة ويفضل قدر الإمكان لو كنت مسافر على طريق طويل التوقف عن القيادة فورا لحد ما يطلع النهار مرة تانية وده لسلامتك وبعد كده روح أو توجه بسيارتك لمركز لإصلاح السيارات وصلح أو استبدل المولد ثانيا عدم عمل السيارة لما بيتعطل المولد هتستهلك جميع المكونات الكهربائية للسيارة الطاقة من بطارية السيارة وحتى لو كانت بطارية سيارتك جديدة هيتم استهلاك كل الطاقة من البطارية لما يكون المولد سيء ونتيجة كده مش هتقدر بطارية السيارة توفر طيار كهربائي لبدء تجريل المحرك ثالثا زرور لمبة البطارية على الطابلو هيظهر أو هيضيق ضوء تحذير على الطابلو على شكل بطارية سيارة وبيضيق ضوء تحذير البطارية لوجود مشكلة في دينامو السيارة رابعا توقف المكونات الكهربائية عن العمل لأن دينامو السيارة بيوفر الطاقة للمكونات الكهربائية في السيارة فممكن تلاحظ أن المكونات دي مش شغالة بشكل صحيح وعلى سبيل المثال لو ما اشتغلش تكيف الهوى وما قدرتش تشغل الراديو فهتكون دي مؤشرات لمولد سيء خامسا ضوضاء أو أصوات عالية غريبة بيحتوي الدينامو على كتير من المكونات جوه وبتمتج المكونات دي الطيار الكهربائي اللازم لتشغيل جميع المكونات الكهربائية التانية في سيارتك ولكن لما يبقى الدينامو سيء ممكن تتلف بعض الأجزاء الداخلية ومنها رمان الدينامو وده هيؤدي لصدور أصوات طحن غريبة طيب إيه هي أسباب تلف في دينامو السيارة لما بيواجه الناس مشاكل كهربائية في سيارتهم بيعتقدوا بسرعة بأنها مشكلة في بطارية السيارة ولكن لو كانت عندك بطارية جديدة ولسه بتواجه المشاكل الكهربائية دي فمن المحتمل أن يكون مولد السيارة تالف وده الأسباب الشيعة اللي بتتسبب أو بتأدي لتلف دينامو السيارة أولا انتهاء العمر الافتراضي عادة بيكون العمر النموذجي لمولد جديد بين خمس وتماء سنين ولو كانت الفترة دي طويلة وعندك مشاكل كهربائية فدينامو السيارة ببساطة مستهلك ويحتاج للاستبدال وعلشان تتأكد تقدر تفحص البطارية والدينامو باستخدام جهاز ملتميتر علشان تعرف كمية الجغل ثانيا مشكلة الكمبيوتر أو الكنترول بيتم صناعة أو بناء السيارات الحديثة مع أنزمة الكمبيوتر وهي اللي بتشغل أو بتدير جميع مكونات السيارة تقريبا بما فيها المولد علشان كده لو كانت في مشكلة أو خلل في نظام الكمبيوتر فممكن يقف دينامو السيارة عن الشحن حتى لو كان مولد جديد ثالثا أسلاك دينامو السيارة فيه الكتير من الأسلاك في السيارة واللي بتوفر الطاقة للمولد ولو تعرض واحد من الأسلاك دي للتآكل أو التلف فممكن يتسبب في فشل الدينامو في أداء وظفته وعدم شحن البطارية افحص توصيلات مولد السيارة لأن ده ممكن يكون سبب عدم عمله بالإضافة أن الدينامو في مجموعتين من الملفات جواه وبيتم ملف مجموعة واحدة من الأسلاك على الجزء الضوار واللي بيدور داخل المولد علشان يعمل أو ينشئ مجال مغناطيسي وبيحرض الطيار في المجموعة الثانية من الملفات واللي بيتم تثبتها حوالين الجزء الضوار في الجزء السابت وعموما لو كان أي سلك من الأسلاك الفردية في الجزء الضوار أو الجزء السابت قصير أو تالف فممكن يقلل من طيار خارج الدينامو بالإضافة أن فيه كمان وصلات خارجية للمولد مهمتها تنشيط الجزء الضوار وبتنقل الطيار من الملفات الداخلية للنظام القعربائي ولو كانت أي وصلة من الوصلات سيئة فده ممكن يتسبب أو يؤدي لتعطيل الإخراج للمولد وفي النهاية ممكن يكشف الفحص البصري للمولد المشاكل دي وممكن ما تقدرش تكتشفها لأن بعد الفواصل في توصيلات الأسلاك الخارجية ممكن يكون من المستحيل رؤيتها لأنها موجودة داخل الغطاء السفلي للدينامو علشان كده ممكن يكون استبار انخفاض الجهد هو الطريقة الوحيدة لاكتشاف المشاكل دي رابعا الصمامات والفحمات التلفة أو الشربون التالف بتستخدم الصمامات والفحمات أو الشربون علشان تحافظ على عمل دينامو السيارة وممكن تقدي درجات الحرارة المرتفعة والأحمال العالية لإتلاف الصمامات بمرور الوقت واللي هيقدي لفشلها وبشكل عام بيتسبب تلف الصمام السنائي في فقدان الطيار الناتج من الدينامو أو ممكن يتسبب في تصرب الطيار المتردد للنظام الكهربائي للسيارة بالإضافة لكده كمان ممكن يتسبب في إنشاء جهد متزبزب واللي هيتسبب في تعطيل الأداء الطبيعي لبعض الوحدات المدمجة بالإضافة لكده ممكن يقدي لاستنزاف كهربائي صغير للبطارية لما يكون المحرك في وضع التوقف واللي هيتسبب في تفريغ البطارية تدريجيا بمرور الوقت لو ما تمش كيادة السيارة بالإضافة إن الفحمات أو الشربون بتتآكل بمرور الوقت الفحمات أو الشربون بتسمح بمرور أو بتضفق الكهرباء للجزء الدوار علشان يتمكن مولد السيارة من إنتاج الطيار الكهربائي علشان كده عند انتهاء الفحمات أو الشربون هيقدي لانخفاض في ناتج المولد وبالتالي هيقدي لفشل المولد القاص بيك ومش هيتم شحن البطارية وفي النهاية ابحث الصمامات وفحمات أو شربون المولد في سيارتك وتأكد منهم علشان تعرف إذا كانت تلفة خامسا رمان البكرة أو سير المحرك التالف بيستخدم دينامو السيارة الطاقة الميكانيكية لسير المحرك والبكرة لتوليد الطاقة الكهربائية للسيارة ولكن المشكلة بتكون في إن سير المحرك ورمان البكرة غير متينة جدا واللي معناه إنها ممكن تتلف بسهولة وعادة بتستمر البكرة في العمل لفترة طويلة قبل ما يتلف الرمان في النهاية بالإضافة إن سير المحرك لعمر افتراضي بيقدر غالبا بين 100 ألف كيلو و150 ألف كيلو طيب إيه هو العمر الافتراضي لدينامو السيارة؟ من المعروف إن الدينامو بيستمر في العمل لفترة أطول من البطارية بالإضافة لكده بيميل مصنع السيارات لتقديم إجابات مختلفة لما بيتعلق الأمر بالسؤال عن متوسط العمر المتوقع للدينامو وبشكل عام تقدر تتوقع إن يستمر دينامو سيارتك بين ثمس وثمان سنين ولكن ده بيعتمد على العدد المرات اللي بتقود فيها السيارة وموديلها والمسافة اللي بتمشيها أو بتقطعها وبالنسبة لمعظم السيارات ممكن يستمر الدينامو في العمل في نطاق 120 ألف كيلو متر ل 260 ألف كيلو متر بالإضافة لكده هتكون السيارات الأحدث وخصوصا المعروفة بمتنتها أو بجودة صناعتها في الجزء الأعلى من النطاق ده وهتكون السيارات الأديمة أو السيارات الاقتصادية قريبة من الجزء الأدنى أو الأقل طيب إيه هي طريقة فحص دينامو السيارة؟ ممكن يكون من الصعب إنك تعرف إمتى يتعطل دينامو السيارة الخاص بيك كمان بتتشابه أعراض الدينامو أو المولد التالف تقريبا مع أعراض تلف البطارية وده لأنهم مصدرين مهمين لسيارتك وما ينفعش يكون عندك مصدر طاقة عامل أو شغال واحد بدون التاني فالتنين بيعتمدوا على بعضهم للسماح للسيارة بالعمل بشكل صحيح وعموما في أغلب الصائقين واجه المشكلة دي وبيكون غير قادر على تحديد أي مصدر أو جزء فيهم يستبدله ودي بعض النصائح اللي تقدر من خلالها تعرف إذا كان عندك مشاكل في بطارية السيارة أو مشاكل في الدينامو أو المولد أولا نتأكد من بطارية السيارة في الطقس البارد من الشيع جدا وجود بطارية فرغة وبالتالي مش هتشتغل علشان كده تأكد من جهد البطارية باستخدام جهاز مالتيميتر وتقدر ترجع لحلقة فحص بطارية السيارة باستخدام المالتيميتر علشان تعرف إذا كانت البطارية بترسل شحنك عربائية حتى عند إقاف تشغيل المحرك بعد كده تقدر تكمل الفحص وتتأكد من التوصيلات زي إنك تتأكد من سلامة الكابل الأرضي ونضف أي تأكل وتأكد علشان تعرف إذا كانت البطارية هيتم شحنها مرة تانية وبعدين تأكد من جهد البطارية مرة تانية ولازم تكون القراءة في نطاق 12.6 فولت عند إقاف تشغيل السيارة بعد كده شغل المحرك مرة تانية وتأكد من البطارية فلو كان جهاز المالتيميتر بيقرأ ما بين 14 ل 15 فولت فالبطارية طبيعية ولو كانت البطارية بتقرأ أكتر من 15 فولت أو أقل من 13 فولت فممكن يكون في مشكلة في كتاوت الدينامو أو الأسلاك أو المؤلد نفسه ولو ما احتفظتش البطارية بالشحن حتى بعد ما قمت بإقاف تشغيل جميع الملحقات اللي ذكرناها فلازم تفحص الأنظمة التانية اللي شغالة مع البطارية لتشغيل سيارتك لأن ممكن يكون في تسريب من واحدة منها ثانياً اتأكد من دينامو السيارة لو كانت البطارية شغالة بشكل صحيح وما كانش فيه أي خطأ فيها فعلى الأرجح بيتسبب الدينامو في حدوث مشكلة ما وتقدر تعمل اختبار بسيط علشان تتأكد من عمل دينامو السيارة عن طريق تشغيل سيارتك وبعدين تفصل كابل البطارية الموجب فلو بطلت أو وقفت السيارة عن العمل فانت كده في الغالب بتواجه مشكلة مع المولد واختبار بسيط كمان وهو التأكد من الأضواء الداخلية الخاصة به فلو كانت المصابيح الداخلية ولوحة العددات بتضيء بشكل واضح وكوي ولكنها بتبدأ ببطء في الانخفاض فده بيدل على وجود مشكلة ما في المولد وعلامة تانية وهي أن أضواء السيارة بتشتغل بشكل واضح وكوي لما بتتصارع بسيارتك ولكن لما بتهدي بتبدأ الأضواء في فوجدان الطاقة بمعنى أنها بتنخفض أو بتقل فلو كان جهد الشحن في البطارية مع طباطه المحرك أعلى أو يساوي 13.5 فولت ففي مشكلة في الشحن وبترجع على الأرجح لمولد سيء أو في مشكلة ومع كده ممكن تكون المشكلة كمان خطأ في الأسلاك اللي بتربط المولد بالنظام الكهربائي للسيارة أو مشكلة في كمبيوتر السيارة أو البي سي ام واللي بينظم دائرة الشحن طيب إيه هي طريقة تصليح أو إصلاح دينامو السيارة بتحتاج إعادة إصلاح دينامو السيارة بعد المهارة والصبرة وممكن تكون بعض المولدات غير قابلة لإعادة الإصلاح بسبب تلف العمود أو الجزء الدوار أو الجزء السابت وبسبب ده وفعوبة الحصول على قطع غيار إصلاح داخلية للمولدات فعادة بيكون من الأسهل بالنسبة للسائق العادي استبدال المولد بالكامل بواحد تاني جديد بالإضافة لكده في الثيار تاني للإصلاح وهو التوجه لمركز صيانة متخصص في الأعمال الكعربائية فممكن يقدروا أو يتمكنوا من إصلاحه مقابل تكلفة أقل من تكلفة شراء مولد جديد وعموما لو حبيت تشتري دينامو سيارة مجدد فتأكد إن معها ضمان أو تم اختباره للتأكد من إنه بينتج مفرجاته المقدرة وفي النهاية في الدينامو التالف هيضمر البطارية السليمة أو الجيدة لو معالكتش المشكلة بسرعة كمان ما تقدرش تعيد شحن البطاريات إلا عدد مرات محدود قبل ما تفقد قدرتها على الاحتفاظ بالشحن فعمر البطارية اللي بيتم تفريغها وشحنها باستمرار وتفريغها وشحنها هيكون عمرها أقصر من عمر البطارية اللي شغالة في الظروف العادية في نهاية حلقتنا نكون تكلمنا وأضحنا أكثر المعلومات الضرورية عندنا مصصيارة علشان تكون على معرفة بيها وتحدد إمتى هتحتاج لإصلاحه شكراً لكم ونتقابل في حالة جديدة إن شاء الله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله